عام الثالث على التوالي أقيم في بلدة دير لغصون الشمال طول كرم معرض دير لغصون الوطنية حيث خصص داخل المعرض عشرات الزوايا للمشاريع الريادية الفنية والحرافية واليدوية والتي تقوم النساء عليها بهدف دعم منتج الوطني وتعريف الزائرين على منتجتهم فيما يشمل المعرض العديد من الفقرات الفنية والفلكلورية الجهود كانت الحمد لله جبارة ومميزة لكن حال افتتاح المعرض نحن نكون مبسوطين الهدف الأساسي ورسالتنا لدعم المنتج الوطني دعم المواهب من صبايا وشباب لصناعاتهم البيتية ودعم سيدات البيوت لأن هذه سيدات البيوت كل منهم تعيل أسرة في بيتها وهذه مشاريع صغيرة وهي بحاجة لدعمنا معرض دير لغصون الوطني يقام على مدى ثلاثة أيام متتالية ويستهدف كافة الفئات العمرية وسط تنوع بالمنتجات المعرضة داخله بما يراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتي يعيشها ابناء شعبنا وهو أيضا يعد متنفسا للعائلات وسياقا هاما للمشاركات لإبراز مشاريعهن التي بأغلبها يتم تسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعية واسترطياح من جانب الزائرين للمعرض وفعالياته اسم زاويتي شغف للشموع المعطرة فعليا هاي تاني معرض انا اشارك فيه بشوف انه المعارض فرصة كتير منيحة للتسويق منتجاتنا كمان للتشبيك والتعارف عن الناس وكمان يعني انتبادة للأفكار بالمشاريع انا والصبايا ففرصة كتير منيحة لكل بنت عندها مشروع انلاين انها تسويق له عن طريق هاي المعارض منبيع اشياء منتجات مثل ملاشف ملاحف هايك اشياء انا بعمل شغول يدوي اللي هو الريزون واشياء فنون ما شاء الله كلشي حلو وظابط وكثير منبسطنا وكلش مثل ما يعني توقعنا وزيادة اشي حلو وفيه اصناف متنوعة وتشكيل كثير يعني وما شاء الله فيه اكثر من شغل اللي تنتباه يعني فيه اكثر يعني كثير شغلات مش شرط يعني تشكيلة وحدة المعارض والمهرجانات هي مساحة هامة في نقل المشاريع الابداعية والريادية للحيز العام والترويج لمنتجاتها باسعار بمتناول اليد بما يعزز من دعم الاقتصاد الوطني ويبقى مهرجان دير لغصون كفرصة مواتية لاصحاب المشاريع الريادية لنقلها الى الحيز العام بهدف عرض منتجاتهم وتسويقها ايها الضمير تلفزيون فلسطين من بلدة دير لغصون شمال طول كرم اشتركوا في القناة